في مدارنا الثقافي معرضان في مدينتي بيت لحم وتل أبيب يتحدث الأول عن الفن المعاصر من خلال فنانة فلسطينية تصور اللاجئ الفلسطيني الذي هجر في عام 48 بلباس الضحية اليهودي الهارب من الهولوكوست وتستغرب مما أسمته عدم تعلم اليهود من تجاربهم الشخصية في تعاملهم مع الفلسطينيين وفي معرضنا الثاني في تل أبيب الفن المعماري الألماني والذي وصل إلى مئات الويوت في إسرائيل فالفن الإسرائيلي والفلسطيني يأخذ من ألمانيا نقطة لانطلاق معارضهم الفنية ينضم إلينا في الستوديو كالعادة الزميل الصحفي في 24 نيوز كايد أبو الطيف مرحبا بك معنا كايد بداية معرضان بالفعل ألماني كانت نقطة انطلاق لفنان فلسطيني وفنان إسرائيل عندما ننظر إلى التاريخ الثقافي والفني والمعماري في إسرائيل نجد أن ألمانيا حاضرة ألمانيا بتاريخها بمعماريتها بثقافتها بأدبها بشعرها حاضرة في الوجدان وفي الثقافة الإسرائيلية ويتخذون من ألمانيا نقطة الانطلاق كذلك في المعرض لرائي ضأدون الفن المعماري الباوهاوس اشتهر في ألمانيا انطلاقته كانت لعام 1919 ومن ثم تطور وكان له تأثير مباشر على الرسوم على النحت فكانت طريقة نوعية جديدة في الفن المعماري الذي اتخذ من جميع الفنون نقطة انطلاقه حتى اعتلى النظام النازي إلى الحكم وقال حضر هذه النوعية من الفن المعماري لأنه قال هو عالمي طبع وليس ألماني عندما أتت هذه الفنون إلى إسرائيل من خلال المعماري أري شارون فهو أراد أن يبني المدينة البيضاء المدينة الجديدة وعرفت في ثلاثينيات القرن الماضي تل أبيب أنها المدينة البيضاء باسمين الاسم الأول البيضاء على هذا اللون والاسم الثاني لينحو السواد الشيخ مونس المكان الأول الذي قامت عليه أنقض هذه المدينة المتجددة في قبالة يافا في المقابل نرى التأثير المباشر لهذه الحيثية من خلال المعرض الجديد الذي بدأ في فندق بنكسي في بيت لحم وفي الأسبوع القادمة سيأتي أيضا إلى متحفة الأبيب وسنشاهد لن يتم مقابلة هذا الفيلم بالترحاب الذي وجده في بيت لحم هي تأتي باللاجئ الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني بلباس المشرد الهارب من الهولوكوس وهي غير معنية بتاتا أن تأتي وتقول أنا أريد أن أعمل المقابلة هي المقارنة والمقابلة لا تعنيها هي تقول انظروا كيف كنتم وكيف أنتم تقومون اليوم بنفس العمليات التي أنتم بنفسكم يعني كان لكم كنتم الضحية في هذا الأمر إسرائيل منذ نشأتها منذ الأدب الثقافة الفن هو الذي يستشرف هو الذي يستشرف المستقبل رأينا ذلك من خلال العمل الأدبية مثلا على سبيل المثال رواية نجيب محفوظة الثرخرى على النيل هي التي استشرفت حرب 67 وسن الغزال الرواية السودانية هي التي استشرفت الانفصال الجنوب في السودان الأكاديميا لأنها مربوطة بالرهانات مربوطة بالتمويل لا يمكنها الحديث كثيرا في هذا المجال ويكون للفن الثقافة هي التي تفتح الباب تفتح الباب لنرى الاستشراف نرى المستقبل نرى ما يمكن للسياسة التي تنزلق في منحدر لا نعرف معالمه وكيف لنا أن نصل ويوجد هنا سؤال مهم جدا أنه كيف لهذه الثقافة أن تقول كلمتها في الوقت العصيب نحن نرى أن الفن يكون جدا قوي عندما نكون في منحدرات من هذا النوع نعم وكيف يؤثر الفن سواء الفن الإسرائيلي أو الفلسطيني على واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذا ليس المثال الأول الذي جلبناه هنا إلى الستوديو أيضا صحيح المعرض هذا له تأثير مباشر من خلال فيلم شهادة فيلم لشلومي الكابيتس هذا الفيلم أتى بممثلين مشهورين ممثلين يهود مشهورين على خشبات المسرح في إما في أهبيمة وإما في الكاميري وأعطاهم أدوار لفلسطينيين يعني أنت تنظر إلى ممثل أنت تعرفه ويقول لك أنا محمد الفلسطيني وأنا سأقوم برواية قصتي هذا الفيلم بسبب الراديكالية الذي قام بها لا يتم عرضه في إسرائيل لكن هنا تأكمن القوة تأكمن الاستشراف والثقافة الفن الأدب الشعر السينما لها هذا البعض نعم الفن الإسرائيلي وأيضا فلسطيني له دور كبير في أسراء الفلسطين الإسرائيل حتى أسراء السياسي كايد أبو الطيف الزميل الصحفي في I24 News شكرا أن نجزينا لك على نقل المدار الثقافي لهذا الأسبوع